دار المعزة والموايد وعلومها علوم المجيدة زايد أرفعها في المراتيب في قمة المجد المنيدة دار المعزة والموايد وعلومها المجيدة بسم الله الرحمن الرحيم أيها الحب الكريم المتابعين في كل مكان نحييكم أجمل تحية مرة أخرى من ميدان الوثبة لسباقات الهجن العربية الأصيلة ضمن فعليات هذا المهرجان السنوي الكبير الذي قام على عاصمة الميادين قبل قليل أعلنت انطلاقة الشوت الشوت التاسع عشر في مجموعة الأشوات في سباقي هذا اليوم والشوت التاسع عشر يحمل في كشوفاته القعدان الإذاع اليوم يوم الإذاع ويوم الإبداع المسافة هي كما تعلمون ستة كيلو مترات هذا الشوت يسير ونحن نسي للفائز الأول سيارة وبقية المراكز جواهز نغدية من المركز الثاني حتى المركز العاشر مباشرة مع مقدمة هذا الشوت مع المركز الأول الآن نقد حشيم حشيم في مقدمة هذا الشوت خليفة بن علي بن عبيد ألغفلي في مقدمة هذا الشوت بينما ننتغل الآن مع المركز الثاني الوصول مع المركز الثاني من غبل اللي وصلوا خد المركز الثاني في طريقه إلى مقدمة هذا الشوت وصل يتسلل الآن خد المركز الثاني ذهب الذهب لسيد سعيد بن حمد بن سعيد المري ننتغل الآن مع المركز الثالث المركز الثالث تدخل الآن في هذه اللحظات سلهود سلهود سيد محمد بن قعفر بن مرخان الاكتبين نقل مع المركز الرابع المركز الرابع وصل شاهين شاهين لسيد مبارك بن عبد الله بالحرزي الشامسي مع المركز الرابع ننتغل الآن مع المركز الخامس المركز الخامس الوصول مع المركز الخامس والتسلل الناعم من غبل اللي وصل الآن حوادث حوادث السيد سعيد بن علي العويسي مع المركز الخامس ننتقل مع مصورنا العزيز إلى المركز السادس الوصول مع المركز السادس والتسلل الملبوس من غبل شاهين شاهين السيد محمد بن عبد الله بن محمد بن أحمد الهام لي مع المركز السادس ننتقل مع المركز السابع مباشرة الريان الريان وصل الريان للسيد علي بن خلفاب سعيد آل عبد السلام مع المركز السابع المركز الثامن الوصول من غبل غازي وصل الآن سلالتي غازي محمد بن يوسف بن محمد بن الخميس الكعبي نقل مع المركز التاسع المركز التاسع أيضا ناصي سلالتي ناصي للسيد مانع بن أحمد برحمة الشامسي والمركز العاشر نجد في هذه اللحظات الوصول مع المركز العاشر والمركز العاشر مياس للسيد علي بن محمد بن مسعود المزروع هذه نتيجتنا للعشرة المراكز الأولى ندان الأول بهذا الشوط نعود الآن ننتقل من المركز العاشر مباشرة إلى مقدمتي هذا الشوط مع المركز الأول مع السيطر الأولى بدأت تغيير يا شباب شوف المركز الأول شوف السيطر مع مقدمتي هذا الشوط اللي بدأ في هذه اللحظات يغير موازين الشوط يحتل المركز الأول يسيطر سلهود الله سلهود السلالة السلهودية سلالة سلهود بمقدمتي هذا الشوط لمحمد بن جعبر بن مرخان اللي اقتبه بمقدمتي هذا الشوط يتربى على غايمتي هذا الشوط في هذه اللحبات بينما المركز الثاني الوجه الآن وصلنا مع المركز الثاني الوصول والتغيير الله يا غازي غازي الآن غير موازين الشوط مع المركز الثاني غازي للسيد محمد بن يوصف بن محمد بن خميس الكعبي الله 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 سلهود وغازي بدأ في هذه اللحظات اللي سيطرا على مقدمتي هذا الشوط شوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو الآن وصلنا مع المركز الرابع المركز الرابع الغدوم مع المركز الرابع من غب الناصي ناصي للسيد مانع بن أحمد برحمه الشامسي مع المركز الرابع والمركز الخامس الوصول في هذه اللحظات مع المركز الخامس وصل شهيد محمد بن عبد الله بن أحمد الهاملي مع المركز الخامس المركز الرابع السادس الوصول بدأت في هذه اللحبات بدأت الأسماء بدأت دخول بدأت تسلل الله 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 وصل الآن الريان للسيد سعيد بن محمد بن صالح وصل في هذه اللحبات الريان مع المركز السادس ولكن الموقع وين المركز السابع شوف اللي مملينا في هذه اللحبات مع المركز السابع أول إذاعة اللي هو بشار بدأ يبشر بالخير للسيد سيف بن ذعيل بن حاج المزروحي أنضم لينا في هذه اللحظات بدأت الأسماء تظهر بدأت حرارة الشهود ترتفع ما شاء الله ولكن الملغعين يا شباب الـ 1200 عن خط نهاية نعود مع مقدمة الشهود نعود مع المركز الأول نعود مع السيدة الأولى مع سلهود الكيلو المتر الأخير كيلو الامتحان كيلو الصراع وكيلو النموز ولكن غازي الله 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 يا غازي سلالتي غازي وأنتاج المختبر سلوب يا مالك غازي سلوب يا محمد يا ابن يوسف يا ابن محمد يا ابن خميس يا الكعبي موجود مع غازي بدأ يجرر شوت بدأ يسيطر بدأت في هذه اللحظات بدأت السيارة تلمع 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 وسويك السيارة يلمع في هذه اللحظات ولكن انطلق سلهود بدأ في هذه اللحظات يرفع رأيه التهديد سلهود مع المركز الثاني سلهود مع المركز الثاني محمد بن قعبر بن مرخان الى Web اقتبي الله ينتجين الله سلهود الله السلام ، وين يغادر؟ الى دبي الى دانة الدنيا الى دبي الله 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 الى زعبيل زعبيل سله景 بسلام سلام يا محمد يا بن قعفر يا بن مرخان يا لقد تبي على فوز سلهود سلهود بالمركز الأول سلهود يسيطر مشكوري عليه المدهوشي المتابع لهذا الشعار تهارينة وألف مبروك لمالك سلهود اللي احتل المركز الأول محمد بن قعفر بن مرخان يوصل في هذه الأحباد إلى خط نهاية معلن الفوزي وناموز هذا الشوت المركز الثاني وصل في المركز الثاني غازي للسيد محمد بن يوسف بن محمد بن خميس الكعبي المركز الثالث وصل في المركز الثالث في اللحظات الأخيرة متابعي الكرام الريان للسيد سعيد بن محمد بصالح في سعيد احتل المركز الثالث المركز الرابع وصول مع المركز الرابع متابعينا العزاء المركز الرابعتان في اللحظات الأخيرة اللي هو الحذر للسيد ماجد بن سعيد بن ثامر المنصوري والمركز الخامس متابعين العزاء أيها الحب الكريم اللي خد المركز الخامس أيضا في اللحظات الأخيرة غازي للسيد حمدان بن جابر بن هياي المنصوري هكذا متابعين العزاء نعود بكم بالتوقيت الزمني توقيت سلود للسيد محمد بن جعفر بن مرخان للتبي قطع مسافة 6 كيلو مترات بالتأكيد في 9 دقائق 14 ثانية 8 أجزاء من الثانية تهارينا والناموس المركز الثاني وصل في غازي احتل المركز الثاني سجل توقيت زمني وقدره 9 دقائق 18 ثانية جزئين من الثانية تهارينا للسيد محمد بن يوسف بن محمد بن خميس المركز الثالث وصل في المركز الثالث اللي هو الريان سجل توقيت زمني وقدره 9 دقائق 20 ثانية 9 أجزاء من الثانية تهانينا للسيد سعيد بن محمد بن صالح بسعيد تهانينا والف مبروك لجميع الفائزين